اعتمد اليوم نواب الجمعية الوطنية مشروع قانون يتعلق بنظام السيون الجادية كان ذلك في جسد عرنية رأس الدكتور هارون كبدي رئيس الجمعية الوطنية محمود حاثن سمو مشروع قانون نظام السيون الجادية أرض لأمثلي على الشعب لمناقشته حيث أنه من درج ضمن اهتمامات الحكومة الخاصة بتحسين سير الجهاز القضايا المنبثق عن توصيات مؤتمر الأحوال العامة للقضايا الجادية الذي عقد في يونيو عام 2003 لأن هذا القانون يهدف إلى وطي حد لمعاناة المسجونين في مختلف مراكز الاعتقال التي لا تحترم الحقوق الإنسانية لنزلاء السجن يتكون هذا المشروع من 95 مادة موزع على 11 فصلا تعالج مواضيع عدة من أبرزها موضوع إدارة تسير السجون ويعادة الإدماج الاجتماعي أيضا حقوق واجبات المعتقلين أسئلة استفسارية ونقضية حول أحوال السجون المقتضة بالمسجونين وإنعدام السجون ببعض مناطق الوطن وسوء الخدمات الصحية وغيرها من أسئلة تتعلق بسوء تصرفات حراس السجون قدمت لوزير العدل من بعض نواب الجميع الوطنية لذلك فقد أكد الوزير بأن الوزارة ستقوم بحل مشكلات مختلف سجون البلاد بحسب المعايير الدولية هذا وبعد رد الوزير على كافة الأسئلة فقد أرد رئيس الجميع الوطنية المشروع أمام النواب بهدف التصويت عليه وهو تصويت نشاء لصالح اعتماده يبقى إذن تطبيق هذا المشروع على عرض الواقع عمرا ملحا لإصلاح نظام السجون في تشاد ذلك بعد إصداره